ورجعنا لكم بعد الفاصل وزي ما شفنا في التقريب الفات حالة إنسانية حالة إنسانية فترة القلب زي ما شفنا توصلنا مع المسؤولين في وزارة الصحة بمحافظة المنوفية وأكرم أن أهل أولياء الأمور لحالات الإنسانية تواصلوا معهم لتحويلهم للتأمين الصحي لتوصيف وتشخيص العلاج اللازم المناسب للحالة معانا حالة معانا قضية معانا قضية فريدة من نوح شيء غريب قبل ما نبدأ القضية هنرحب بضيوف برنامج الأستاذ عبدالعزيز فايز أهلا وسلام بحضرتك أهلا بي ومعانا مدام عبير عبدالعزيز زوجة المجنة عليه أهلا وسلام أهلا بحضرتك قبل ما نبدأ ونتكلم عن تفاصيل القضية معانا تأرير هنطلع نشوف التأرير ونرجع تاني أنا طارق ابن المرحوم أشرف العدوي ابنه الكبير أنا كل اللي احنا بنطالب به ان احنا سيبنا حقنا للقضاء المصري فبنطلب بسرعة أخذ حق والدنا محمد أشرف العدوي ابن الحج أشرف العدوي احنا منشكتش في القضاء المصري احنا بنطالب بسرعة القضية على المرحوم والدي عبدالعزيز أصغر أبناء أستاذ أشرف حضرتك أنا نفسي حق بابايا يجي عشان فان زيت أنا بقى مش قادر أنسى الشكل بابايا أنا كل يوم بشوف لسه منظر بابايا اللي أنا شفته بعنايا في دماغي وعايز حق بابايا يجي بقى بسرعة وارجعنا لكم بعد التقرير ونتكلم باستفادة عن القضية ومعانا أستاذ عبدالعزيز فايد خال مدام المجنى عليه أهلا أستاذ عبدالعزيز ممكن كعضرتك أنت اللي كنت متواصل مع الملمة بالقضية وعارف كل التفاصيل ممكن حضرتك تكلمنا عن التفاصيل بتاع الواقع وإيه اللي حصل إن شاء الله هو بداية القضية هو الولد ده كان شغال في مزرعة قريبة من المزرعة بتاعة الحجة أشرف وكان وقتها يمكن الحجة أشرف ما كانش محتاجة عمالة أوي فجاله قال له أنا عايزي أشتغل قال له ما فيش مشكلة طبيعة المرحوم أشرف كل الناس بتحبه وهو يعني بيتعامل مع الناس كلها بميود الله وابتدى حياته من لا شيء يعني ابتدى بمشروع صغر دواجن بعد كده أجر مزارع لحد ما ربنا قرمه واشترى المزرعة اللي هي موجودة في اسم عليهم الولد جاء اشتغل معاه فترة أكل وشرب مقيم معاه عارف كل شيء في المزرعة عارف هو بفيله النور الساعة كان يعني موعيد العمل يعني في بيته النور يمت مني لزاكن المهم بالموضوع كل حاجة المهم قعد مثلا ست سبع شهور كده تقريبا الحاجة أشرب بدأ يحس ان الفراخ بتقل ان فيه حاجة غرط في الموضوع بالذات هو رجل خبرته عالية في المجال ده فبيحسها بالمهم مرة والتانية حسن فيها غلط فبالصدفة فيه واحد قبله قال له انا انا شفت الولد دوان كان بيقابل تاجر بتاع فراخ وبيستنى ورا في المزرعة وبيسرق فراخ وبيباع هاله فطبعا استغربه وما صدقش ينبو الله حضرتك مقيم بياكل ويشرب معاه يعني زيدنه بيعامله زيدنه بالضبط يعني ما بيبخلش عليه في حاجة وكان بيعطيبره ولد من أولاده وطبعته هو بتعامل مع العمال كده يعني هو دايما حتى في شغله ده بالوضع نشفنا فعلا وسألنا لما كنا هناك والعمال كله ما فيش حد اختلف على هزر الاستاذ قشر فرحمه الله يعني لما نزلنا وشوفنا محدش اختلف عليه على أخلاقه وطبطه وسخاءه على العمال اللي شغالين معاه فعشان كده ممكن يكون طمع فيه مش هقدر اقول ايه نتكلم تاني طيب مدام عبيل في حال يعني في الفترة اللي هو رجع فيها اللي الشاب بديشتغل مع المرحوم الله يرحمه ما كانش بيبلغك ان فيه خلافات او فيه شايف فيه حاجة وحشة او كده خالص ده كان بيعتبره زي ابنه لدرجة انه هو يعني اقول لحضرتك اكله وشربه معاه فوق وعارفت يعني اقول لها ادقى التفاصيل عن حياته لانه مقيم معاه بيحضر له صنية الاكل وتعال يا رياض كل معايا لدرجة لما الراجل اللي هو جاء قاله ان فيه فيه ركب بقى في المزرعة قالي استحالة استحالة كون رياض عمل كده ما صدقوش مش متوقع انه هو بعد الجميل اللي بيعملها فيه او الجميل اللي هو بيعمله فيه ده انا متعشي معا بار اعرف حضرتك جاله حالة زهول لما عارف قال له استحالة فقال له ايه طب خلاص نحاول نعمله كمين نشوف اذا كان الكلام الراجل ده سيدق ولا غلطان فقال له انا اخد طارق ابني ومسافر دلوقتي عشان والدتي تتعبنى في المنصورة وخلي بالك من مكان يا رياض بالفعل لقى التليفون جاله قال له دلوقتي العربية بيتحمل من المزرعة راح فعلا زبط متلبس ان دي مش اول عربية لانه هو طبعا حضرتك مرة وده عبالة ميتعرف موضوع زي ده لازم يكون حصل مرة واثنين وثلاثة وعشر عبالة ما يوصل للموضوع النوع يبدأ يظهر ده بتبين كمان من عدد الفراخ ازاي احنا في نظام الحقن الحقن ده بيبين عدد الفراخ الفعلي في المكان كام يعني كل الف مثلا بيحقنه جرعة معينة معروفة فبيتعرف كل ما يجيح انه اليه ايه وكانت فراخ حجمه كبير فراخة بتتكلف كتير فالمهم اصفح عنه وقال له يا ابني خد فلوس روح بلدك فالمحاسب بتاعه وقال له طب قبل ما يمشي عشان ضمان ان هو مايرجعش للمكان ده تاني يكتب على نفسه واصلة امانة المحاسب اللي عمل كده قال له يكتب على نفسه واصلة قال له يا ابني ما ترجعش تاني وتفضل فلوسة وروح بلدك هو من الفيوم اصلا الولاد ده من الفيوم اه من الفيوم لدرجة ان زوج كان الله يرحمه بيبعث له لأهله من الفيوم حوالات بريدية عن طريق ابني كان يروح البريد ويسلمهم فلوس ان هو يتوصلهم حوالات بريدية الله يرحمه ربنا يجعله دايما في ميزان حسناتك ومحتاجين سيد زعب عزيز محتاجين حضرتك تقول لنا التفاصيل الواقعة ايه اللي حصل فيها بالظبط بالظبط كده هو لما حصل الموضوع ده وكتبه الوصل وقال له خلاص يا ابني انا مش عايز منك حاجة وانت خد فلوس كمان خد فلوس وسافر على بلدك وانشي محدش بيعمل كده في الوقت اللي احنا تمام هو مسامه خلاص يعني هو لكن هو الاسف الولد يعني امتسل للشيطان اللي فيه ان هو راح حد قال له طب انت سبت له الوصل لليه لا ارجع له تاني فارجع له الساعة كان بقى الساعة تنين من الليل قال له بقى انا كلمت زابط المباحث وقفتل ان هو يجيلك انت جايلي دلوقتي لا راح مكلم زابط المباحث وراح واخده سلمه هو كل مشكلة انه هو اساسا كان هربان من الجيش يعني كمان القضية يعني كان عليه قضية وكان هربان من الخيوم في المكان ده انه هو هربان من الجيش وده اللي تسبب في حبسه تمام يعني هو كده كده المرحوم كان هيتنازل ولا كان في باله موضوع الوصل ما كانتش شغل هو من الاول لكن هو زن هو اساسا بناء ده مش بناء ده شيطان حقيق يعني يعني سوري كل اللي عمل عشان الحجة اشرف ده وفي النهاية يعمل بالشكل ده فهو ضرر نفسه ضرر نفسه المهم بعد ما خلاص احنا تقريبا خلاص نسينا الموضوع والحجة اشرف فقال ربنا يكرمه بعد ما يطلع اي وقت نديله الوصل الامانة بتاعه خلاص ونسينا الموضوع على كده جينا فجئنا الصبح انت تكملي بقى الحوار بالزبط مر سنتين على الموضوع ده يعني مر على الموضوع سنتين عاد على الموضوع وصل الامانة ده خلاص ونسينا الموضوع سنتين موضوع ده اصلا لانه ما حضرش حتى قضية السرقة يعني لو كان له قضية كان لازم نستدعوه في المحكمة ده ما بحصلش حاجة احنا نسينا الموضوع كان بمجرد نستدعوش الحاجة عشرة في المحكمة عشان نسألوه عليه عشان نسألوه على السرقة انا جالي اتصال يوم الحادسة الصبح الساعة 5 إلى 3 الصبح من تلفون زوج الله يرحمه قالوا يا بابا قالوا ما بيردش تمام طبعا هو مش منعطه كده خالص يعني هو من نوع اللي بيخاف علينا جدا يعني هو زوج لديه في حد ذاتها يعني تخلي كل مش عارف يتلم عنه حضرتك كان شعور يعني اقول لحضرتك يعني ربنا يا رب يعني مكتوبش على حد فعلا يعني توجهت انا ولادي التصد بيه تاني برضو يفتح السكة وما يردش قطرون في حاجة غلط عنده بابا بقنا نجري كل واحد في طريق عارف حضرتك بقى مسافة احنا عارف الاسم عليها والمزرعة فبصوير احنا شفنا شفنا المكان مسافة من طاعة تقريبا زي تلت ساعة تقريبا كده طبعا بقنا نجري وروحنا هناك لقنا المكان مفتوح تمام وزوجي بقى يا اقول لحضرتك في حالة يعني من العذاب لا يتصوره بشر يعني اقول لحضرتك يعني يعني مش كان موت مثلا يعني اعرف حضرتك اللي باخد خطة ويموت ده حاجة سهلة لا هو كان فعلا صورة بشعة جدا 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 للموت تعزيب بمعنى صح ودمه يعني اقول لحضرتك في كل مكان مش عايز اقول لحضرتك صورة بشعة فعلا صورة بشعة للموت ما هيش مثلا خطة واحدة وتنتهي الأجل لا ده خطات نحن سمعنا ان اكثر من حضرتك سنانو من 13 13 خطة حضرتك سنانو احنا بلمنا محتفظين بيها لغاية دلوقتي عندنا يعني حضرتك ولاده لما يشوفوا المنظر ده الصبح الساعة 5 الصبح روحنا لقنا منظر باباهم بالطرق ده ده سندهم وسندنا وهو اللي لنا في الدنيا يعني احنا عادين جايين من الده أهلية عادين في الإسماعيلية علشان احنا هو كان عائلنا يعني تخير الأسرة هو العائل بتاعها هو دهرهم وسندهم دول الشباب لسه طالعين يعني شباب لسه طلع كده لسه ما تفتحتش حتى عشان الحياة كلهم لست بيدرسهم لقوا والدهم بالمنظر ده طبعا لا اكيد ده كتر خيرهم ان هم مستحميل لا حضرتك لا حضرتك ما تتصورش البشاعة اللي احنا عايشين فيها فعلا واللي احنا يعني الحياة اللي احنا عايشين فيها بسبب الموضوع ده ايه قد ايه لغاية دلوقتي بس اكيد ان شاء الله حق مش هيروح لان احنا عندنا القضايا المصري لا بضرع لك ده مفيش شك ان هو هياخد تزاقه لا طبعا لان اقول له حضرتك لا ده بعد كده بينكر يعني اخدنا جلستين ويقول انا مقتلتش بعد ما هو صور اعترف تصور صور الجريمة الجريمة هو مصورها وقايل كلها وقايل تفصيلية كمان بالكم من الضرب اللي ضربه ولدرجة اخر بس حضرتك ما في جزء في جسم المرحوم كان سليم او من كتر ضرب الشوم اللي حصل ده ما تتخيلش الجنجمة كل يعني مش عايز اقول لان كل ما افتكر المنظر صعب بصعب ما تتخيل انا مجرد ان احنا بتسمع الكلام بس الموضوع الواحد مش متخيل المنظر ده انسان رايح الله يكون فرعون ده شيطان عشان ايه وعمله ايه ده هل هل ده رد الجميل فعلا يعني هل جزاءوا الاحسان ايه لا الاحسان طب زي ما احنا سمعنا وزي ما سمعنا من زماله اللي كانوا شغالين في المزرعة ان هو كان بيعامله بحسن نية وزي ابنه بالزبط طب ليه يعمل كده ليه يعمل شاب زي ده الشيطان هو هو اللي ماشيه او مش هقول الشيطان اللي ماشيه هو نفسه اشتان على الارض بالزبط فنتمنى ان يكون حقه ان المرحوم اشرف العدو رحمة الله عليه ان هو ينال القتل ينال عقابه ده امر يعني مفروغ منه انه هياخد جزاءه بس كل اللي بنطلبه ان سرعة استجابة القضاء المصري وان ان كل واحد اولاده ياخدوا حقهم زي اسمعنا الصورة وشوفنا كلامهم يعني حاجة في منتهى القصوة ومنتهى البشاعة بس في نقطة عايز اكلم حضرتك استاذ عبدالز لما رحنا المزرعة نشوفنا البوابة الصور عالي جدا والبوابة كبيرة ازاي دخل ازاي استناها في المكان ده هو على كلامه انه لقى الباب هو عبارة المزرعة ما بتتقفل بالليل خلاص هو بيبقى الصور علي فهو نط صور عالي بالليل ده الصور عالي جدا يعني ارتفاعه تعريبا اربعة متر هو هو طلع فيه بيت في الجنب كده مبني طلع فوق تصلك لحد فوق ورح ناطط من على الصور هو على كلام بوله انه لأسلم كان في الجنب فرح نازل عليه ومشي لحد الباب بتاع المكان اللي هو المكان اللي بيباته فيه اللي هو يعتبر اللي هو الشقة اللي بيباته فيه هو طبعا الحجة أشرف بعد ما بيخلص يطفل نور بتاع المزرعة يطفل طبعا ربنا يكون فيهونه حدة اليوم لانه بيصحى من الساعة أربعة اكيد طول اليوم الفجر بيصدق يريح شوية فاطلع نام طبيعي انه هو لازم يقفل البوابة الحديد لانه دي حوالا هو مكان خاص بالراحة اللي كانوا بتاعته انه هو اول ما بيخش خلاص بيقفل لانه متطمن ان المزرعة مقفولة والسرعة عالية انه ما فيش حد يدخل بالضبط كده هو غالبا وتسعين في المزرعة بقول له حضرتك عارف انه هو في العنبر وما فيش حد موجود فدخل استخبه فيه المبنى اللي هو بيباد فيه الحجة أشرف فيه دور تاني مبني توب بس شفنا السلم اللي هو الداخلي اللي هو طالع على السطح صور بس من فوق ما فيهوش حاجة زي مكان مهجورك او مش مكان مهجورك هو مبنى توبا لكن لسه فيه حد داعتي تقريبا استخبه فيه لحد ما الحجة أشرف رحمة الله عليه تعمك في النوم انت عارف حضرتك هل كي طال اليوم داوا طيب من غير ما نقطع كلامك معنا مدخلة هاتفية لابن المحوم أشرف العدوي الأستاذ طارق العدوي تفضل هلو هلو أستاذ طارق تفضل أستاذ مستاذ معك طارق ابن الحجة أشرف العدوي تفضل أستاذ طارق عايز تقول إيه باش تفضل عايز تقول إيه أستاذ طارق تفضل دلوقتي احنا أنا وإخوات الطالبين عايزين حق وردي وليحنا طالبينه احنا نطالب حق وردي إنه هو يرجع تمام تمام أنا برضو يعني لانسامهم للقضاء القضية دلوقتي مع القضاء والقضاء ماشي فيه ومستنين إنه هو يفصل فيها ايه اللي حضرتك طالبه من القضاء أو طالب ايه إن حق والدك إن شاء الله من غير مقاطعة هياخد حقه ايه السرعة احنا نطالب بسرعة القضاء المصري احنا عايزين القضاء المصري تسرع شوية كل الأواضي فيه أواضي يتحكم عليها ولسه حضية أعضية والدي لسه متحكمش عليها نطالب بسرعة القضاء المصري لإنه عايزين دمنا يبرد اه شكرا السفوص طارق زي ما قال له السفوص طارق إنه هو محتاج حق والده لكن في الفترة اللي فاتت زي ما شفنا الوباء اللي كان منتشر وإن الدنيا كلها كانت مقفولة وإن المحاكم والقضاء فيمكن ده السبب الوحيد اللي كان مأجل القضاء لكن احنا بنضم صوتنا لصوت الأستاذ طارق وصوت كل واحد محتاج حق الأستاذ أشرف رحمة الله عليه إنه يرجع إن القصاص من القاتل نرجع تاني الأستاذ عبد عزيز حد كان فيه حد كان موجود في المزرعة مع الأستاذ أشرف يوم الكريمة لا هو كان فيه عمل صغير بس نايم في مكان آخر بعيد شوية مش في المكان اللي كان الأستاذ أشرف لا هو أول مكان اللي بينام في الأستاذ أشرف بس هو ده خاص بيه بالأولاد لكن لكن فيه مكان تاني هو الأعمال اللي كانوا بيناموا فيه طيب ما سمحش مثلا زعيق ما سمحش ضغة من الصوت أثناء المشكلة لما كانت ما بينهم الكلام ده كله ما حولش إنه هو يتقصر بحد هم سألوا هذا السؤال ما يكون مجرم زي ده داخل واستخب لحد مرتب لكل حاجة وحاطط كل حاجة في دماغه وعارفه ويخش يعمل إيه عايز يقامل بدليل اللي واخد الشوبة معاه وبدليل حضرتك لما خبأ أصليه أي حد نايم مجرد ما يخبطه خطة على دماغه حتى هو نايم حلاص وحتى لو قبل ما انخبط مجرد إن الواحد بيبقى صاح منه بيبقى دايخ بيبقى دايخ مش فوعي فاللي جاي ده ومرتب كل حاجة وعمل حسابه أكيد بيبقى مستعد ومن خوفه كمان بيبقى بيعني بيخبط خبطات هو مش عارف هو بيعمل إيه خبط خبطات مش ممكن خبطات أنا بصيت على وجهه وعلى الجنجمة ما في حتة ما خبطهاش بالشومة 12 خبطة كتير كتير أول مجرد لدرجة حتى هو هو اللي اتكلم قال آخر خبطة وأنا بقلب في الحاجات وفتش عشان طبعا وكان فيه فلوس اتخذت عتى أدور فسمعت أنه هو بينازع فروح طوله قلت له أنت لسه فيك نفس هو القال هو يعني هو قال هذا الكلام في تصوير في تصوير الجريمة شاب زي ده تجرد منه كل معاني الرحمة والإنسانية هنشوف مدام عبير كانت بتقول حابة تقول حاجة لما كنا بنتكلم عن تفاصيل الخبطات قول لحضرتك هو صمم على قتله وبعدين بعد ما قتله اتصل بينا إحنا ده الماء الجاني هو اللي اتصل الجاني اللي اتصل بينا مش زوجي اللي اتصل بينا ولما سألوه في النيابة حضرتك مسك موبايلات زوجي يعني بقول ازاي يوصل لمرحلة الجراءة دي انه بعد ما يقتل بعد ما قتله وطبعا كان الموضوع كل حاجة وقع على الأرض وطبعا كان فيه مبلغ أكتر من 120 ألف جنيه أخدهم اللي مقوم بهم وخدي الفلوس وخدي الفلوس واتصل بينا واتصل بي واتصل بي أنا تمام لما سألوه في النيابة انت عملت كده ليه قال لهم عشان يحاول ينقذوا صعب علي وقمت رايح صعب علي بعد 13 خطة لا وخطة الأخيرة خطة الأخيرة بعد ما كان بي نازع وقال لهم انت لسه فيك النفس صعب علي هو عنده قلب عشان يصعب علي اتصل بيه تلات مرات تمام وما يردش هذا طبعا مش زوجي اللي بتصل ده هو اللي بتصل طب فيها بيسألو في النيابة انت بتتصل ليه قال له علشان ينقذوا ينقذوا مين وانت أصلا هو بقى فيه جزء سليم عشان ينقذوا فيه وبعدين هو اللي أرشد حضرتك عن أداة الجريمة ومطلعهم من الترع اللي قدامنا هو اللي أرشد عن الموبايلات اللي سرقها وكان دفنها في أرض جنبنا هي والجلبية اللي كان بيقوم بيها الام بيقتل بيها هو اللي أرشد عن كل حاجة يعني هو اعترفه أرشد عن كل حاجة كل منتظرينه اللي هو ينال جزاءه عشان ولادي نهدى بس ده أكيد ده أكيد موضوع الجزاء ده أكيد ده شاب زي ده بلا رحمة وبلا قلب ده المفروض يتعدم في مدان عام ده هياخد غير الجزاء بتاعه في الأخرة من قتل نفسا بغير حق بالمنظر اللي أنا شفته بالبشاعة واللي المدان بتحكي عليه بلسو صاحب عزيز يعني اللي واحد مش قادر يتكلم مش قادر أقول كلام ده حقه في الدنيا حقه في الأخرة ده عند ربنا سبحانه وتعالى دي احنا مش هنقدر نتدخل فيه لكن حقه في الدنيا برضو في إيد القضاء العادل قضاء المصري بس يقول له إنه أشد القصاص أشد العقاب لشخص زي ده بلا رحمة بلا قلب شيطان على ظهر الأرض ده يتحكم عليه بالقتل في مدان عام أنا مش لما بقول كده إن أنا بتدخل في حكم القضاء لكن لازم يكون عبرة لغيره عشان محدش يفكر إنه هو بعد اللي شافه وبعد اللي اتعامل مع الأستاذ أشرف الله يرحمه إنه هو كان بيعامله زي ابنه ومش بيبخل عليه بحاجة وسمحه مرة ودين وتلاتة وده له فلوس وكان بيراعي أهله وبيراعي أهل بيته في حالة غيابه ده يكون جزاؤه وده يرد الجميل ليه ده زي حق شخص زي ده يعني المفروض يتعدم مرة واثنين وتلاتة وعشرة عشان الناس دي قلبها يبرد وقلبها يرتاح من اللهم ما شايفينه وأولاده يقدروا يعيشوا حياتهم ويكملوا حياتهم لأن زي لما روحنا وشوفنا هناك مش قادرين مش قادرين لا يروحوا كلياتهم مش قادرين لا ينزلوا شغلهم مش قادرين يروحوا المكان اللي والدهم اتقتل فيه مش قادرين يشوفوا المنظر لحد دلوقتي زي ما اسمعنا من المدام عبير أنها بتقول محتفظين بأسنان المرحوم لحد دلوقتي لمين أجزاء منه من على الأرض هو كل اللي فاضل من ذكرى المرحوم أشر في العدوية رحمة الله عليه بعض الأسنان والصورة منظر بشع منظر بشع منظر بشع حاجة غريبة مش قادر مش قادر نتكلم نسأل زي ما عبير لو حابة تضيف حاجة أو حابة تقولي حاجة للمسؤولين أنه نقدر نتكلم فيها يعني أقول لحضرتك أنا بتمنى بس إن عشان شباب دولة يهدوا شوية لأنه بيقولوا يعني هم دايما حتى قولوا يا أمام رب نصف عندي بقولوا ولكم في القصص يا حياة من ويول ألباب القصص دا قلت لهم يا حبايبي دلوقتي القصص بتاعنا عن طريق المحكمة طب المحكمة تأخرت ليه ما أولا دي بيسألوا قلت محكمة ربنا سبحانه وتعالى واحد معترف بدم معترف وكل الحاجات مكتملة يبقى نسرة عشان شباب زي دولة ما يكونش كل همهم نايمين وايمين اللهم ما يفكروا إزاي انتقمن لباباهم إزاي يخدم يعني أقول لحضراتك إحنا بنروح قاعة المحكمة بيقى بيننا وبين المجرم عسكري واحد تمام؟ أنا عايزة حضرتك تشوفوا صورة المجرم وهم قابدين عليه يوم ما كانوا قابدين عليه وصورته دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني أقول لحضرتك تخن جدا لابس لبس شيك جدا إحنا بالنسباله يعني أقول لحضرتك مش هو المجرم وإحنا المجني علينا إحنا بالنسباله هو أحسن مننا عايش حياته الطبيعية طبيعية جدا عايش بيأكل وإشرب ما فيش أي مشكلة بالنسباله هو الأحل من يفكر المجرم زي ده وعطته القايم إنه إنه حيكون كده هو ما عندوش دم حضرتك ده كان رفيع جدا وما عندوش قلب ما عندوش رحمة فهو حضرتك على رأي الناس أنا عايزة أولادي فعلا عايزة نكمل مسيرة مع أولادي نكمل مسيرة مع أولادي أولادي دلوقتي والله ما بيروحوا بعمع فعلا ما فيش دراسة بالنسبة ولعندي ابن في كلية هندسة والتاني في حاسبات أجلت له السنة اللي فات بتاع حاسبات والسنة دي ما راحش لغاية دلوقتي كل ما يكلمني ويقول لي أنا مش قادر أوري وش البابا هوري وش البابا إزاي واروح أزوره إزاي وإحنا حقه ما رجعش حقه هيرجع ابن إمتى ابن الصغير نفس الوضع قايم قايم حضرتك بتقابلك مشاكل إنك تقدري مثلا تهدي الأولاد تهدي الكلمة طبعا حضرتك الشباب لما يكون هقول لها حضرتك حاجة لو أطفال صغيرين هيتسيطر عليهم أما لما يكونوا شباب حضرتك في حد يقدر دلوقتي يسيطر على صورة الشباب يعني عاد أقولهم علشان خطر أنا مليش ألا ليكم دلوقتي أنتو ماشي في الدنيا دلوقتي كيفاء بابا راح أنتو دلوقتي ما عنديش غيركم منتم طب إحنا مستنيين يا مام يوم المحكمة ده بيبقى يوم صعب جدا 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 بالنسبة لنا اللي احنا وقفين واجهان الواجه قدام المجرم وكابتين مشاعرنا بنروح بعد كده كل واحد يواجه يسرد كان الله فعون حضرتك وناخد كلمة أخيرة من الأستاذ عب عزيز لأن الوقت قرب ينتهي وقت الحلقة فهنحب نسمع كلمة الأستاذ عب عزيز هو كل اللي أنا أتمنى أولا أنت عارف دول شرب نفسهم حقق أبوه يجي لكن مش عايز أحكي لحضرتك المنظر اللي هم ما شافوه احنا ككبار ما ادنى لش نستحمله فتخيل انت شباب لسه في مقتبل عمرهم لسه هيعيشوا حياتهم شافوا أبوهم بالشكل ده وفي نفس الوقت مش عارفين يجيبوا القصاص فهم اللي احنا بنتمنى أن القضاء يجيب لهم قصاص عشان هم يرتاحهم جزئيا يرتاحهم من اللي هم شايفينه لأن هم فعلا لا قدرين يستقروا في جامعة ولا في شغلهم ولا اي حال خالص لأن موضوع أن العدالة تاخد مجراها ويجيبوا حقق أبوهم دي أساسا قدامهم وهم ما نهمش غير العدالة أنهم يلجأوا لها عشان يجيب لهم حقق أو القصاص من هذا المجرم ان شاء الله القصاص العادل نشكر بيوقف حلقتنا النهاردة أستاذ أشرف فايد مدام عبير عبد العزيز نشكر حضراتكم وهنختم حلقتنا قبل ما نختم هنقول لأن احنا بنطالب القصاص أشد العقاب للمجرب هنختم حلقتنا بآية قرآنية ويقول الله عز وجل في قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجازاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عنه ولعنه وعد له عذابا عظيم وإلى اللقاء في حلقة جديدة